مرحبا بكم يا مرحبا بكم هذا مصر محمد طالحة وكيف تتعلم عن مصر طالحة حبيبي طلبت طالبات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي اهلا بكم مرة تانية في سلسلة المراجعة اللي قبل دخول المنهج واللي قلنا بنتكلم فيها عن بعض الاساسيات في الـ grammar اللي انا محتاجة ان شاء الله معايا من اولى اعدادي وهتستمر معايا الثالثة سنوية ان شاء الله اللي ما تفرقش على الحالة الاولى والثانية ممكن يتبعنا من الاول ان شاء الله على الروابط اللي فوق دي اتكلمنا في الحالة الاولى والثانية عن form of sentence يعني تكوين الجملة وعرفنا يعني ايه subject وعرفنا يعني ايه verb وعرفنا يعني ايه helping verb وعرفنا كمان يعني ايه main verb وطبعا بشكر الناس اللي اتفعلت وحلت معايا السؤال بتاع الحالة اللي فاتت وشكل ما وعدناكم ان احنا حنحل السؤال ده في بداية الحالة دي ان شاء الله الجملة الاولى كانت بتقول احمد has been reading for two hours احمد بيقرأ بقاله ساعتين اثنين قلنا السبجكت بتاعي هنا هو احمد وده noun قلنا الفيرب بتاعي هو has been reading وقلنا ان الفعل هنا مكون من ثلاث افعال has been and reading لو شفنا المين فيرب بتاعي قلنا هو اللي بيجي الاخر وده هلاقيه reading اما has and been دول بقول عليهم helping verbs يعني افعال متعدة اما الجملة التانية كانت بتقول لي runner will have studied three lessons by eight o'clock طبعا الناس هنا برافع عليها قالوا ان الفاعل بتاعي subject هيكون runner وده noun وقالوا ان الفيرب بتاعي هيكون will have studied وقالوا كمان ان المين فيرب بتاعي هو studied اما helping verbs فهي will and have طبعا حبيبي لو شفتوا ان انا ما سألتش عن ازمنة ولا قلتلك الجملة دي في زمن ايه ولا دخلنا في موضوع الازمنة خالص وشكل ما وعدناكم ان النهاردة في الحلقة دي ان شاء الله هتكلم عن how to change a sentence into negative ازاي يحول الجملة ليه النفي باستخدام الفعل المساعد وبدون نعرف الجملة دي في زمن ايه so let's get started طبعا شكل ما قلنا في الحلقة دي ان انا هعرف how to change a sentence into negative باستخدام الفعل المساعد وده من غير معرف زمن الجملة او اضطر ان انا عرف زمن الجملة دي ايه في البداية لازم تعرف ان انا عشان احول in a sentence اي جملة ليه النفي i must put not after the helping verb لازم احط not بعد الفعل المساعدة وهنا بتيجي اهمية الافعال المساعدة في negation النفي لما احتاج ام في اي جملة لازم احط not بعد الفعل المساعدة فاذا لو انا مش حافز الافعال المساعدة او انا سألتك فين هو الفعل المساعد اللي انا هحط وراها كلمة not هتبدأ تتحير وهتبدأ تقلق ومش هتعرف انا حمفي الجملة دي ازاي عشان كده قلت لازم احفظ الافعال المساعدة دي شكل اسمي وقلنا ان الموضوع بسيط لانه هما اربع باس verb to be verb to do verb to have and modal verbs مش صعب علي ابدا ان احفظ الافعال دول انا بقولك احفظ افعالي الانجليزي كلها والنهاردة عشان اعرف ام في الجمل انجليش لازم اقسم الجمل بتاعتي لاربع انواع حسب الفعل المساعدة اول نوع خالص وهو الجمل اللي حلاقي فيها الفعل المساعد verb to be and the modal verb يعني الجمل اللي حلاقي فيها الفعل المساعدة هو verb to be والافعال النقصات ده حيبقى ليه تعامل لوحده في النفي ثاني نوع هي الجمل اللي انا حلاقي فيها verb to do هو اللي جاي ولكن موجود كفعل اساسي ثالث نوع هو الجمل اللي انا حلاقي فيها verb to have وده برضو حيبقى ليه تعامل لوحده رابع نوع وده النوع الاخير الجمل اللي انا مش حلاقي فيها فعل مساعد خاص النهاردة ان شاء الله في الحلقة دي هناخد نوعين اتنين فقط النوع الاولاني هو الجمل اللي انا حلاقي فيها الفعل المساعد بتاعي verb to be او الافعال النقصة والنوع الثاني اللي انا حلاقي verb to do هو اللي موجود ولكن موجود كفعل اساسي تعال نشوف النوع الاول وهو لما حلاقي verb to be هو الفعل المساعد او الاساسي بس على شرط يكون مدارع او ماضي ولما يكون الافعال النقصة هي اللي موجودها اللي لما اجي انفي النوع ده من الجمل اللي كل اللي انا هعمله هط not بعد verb to be او الفعل النقص على سبيل المسال when i say i am a doctor انا الدكتور طبعا لما اجي ابص الجملة دي هلاقي ان الفعل هو verb to be ويا جماعة verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي كل اللي انا بعمله لما اجي انفي بحط وراه not وخلاص فايزا النافي بتاعي الجملة دي هيكون i am not a doctor i am not a doctor يبقى كل اللي اعملته هنا حطيت not bad another example when i say she is a teacher هي مدرسة لما اجي اسألك فين الفعل بتاعي هتقول لي is وحنا قلنا verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي كل اللي انا بعمله بحط وراه not وخلاص ويبقى انا كده نفيت الجملة فايزا جملة دي she is not a teacher she is not a teacher she isn't a teacher المثال التاني لما يجي يقول لي he was watching tv he was watching tv طبعا لو سألتك هنا فين الفعل المساعد بتاعي هتقول لي was وحنا اتفقنا ان verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي شغلته يعني فعل مساعد او فعل اساسي بحط وراه not ويبقى انا كده نفيت الجملة فاذا نفي الجملة بتاعتي دي هيكون احمد wasn't watching tv احمد wasn't watching tv مثال اخر لما اجي اقول لك they are washing the car they are washing the car يعني هم بيغسلوا السيارة لو سألتك هنا فين الفعل المساعد بتاعي هتقول لي are وهنا are verb to be وخلاص اتفقنا ان verb to be سواء كان مساعد او سواء كان اساسي كده كده بحط وراه not في النفي فبالتالي هقول they are not washing the car they aren't washing the car وشكل ما قولنا برضو ان الفعل المساعد اللي بحط وراه كده كده not في النفي هو المودال verb الفعل الناقص like can could shall should may and might يعني لما يقول لي he will play the game he will play the game he will play the game واجه اقول لك ان في جملة دي طبعا هروح علي الفعل المساعد هو will فمن غير مفكر الرطول احط not he will not play the game or he won't play the game مثال اخر when i say you should play in the street you should play in the street لما اجي اشوف الجملة دي وقولك فين الفعل المساعد هتقول لي هو should واحنا اتفانع ان طالما الفعل المساعد بتاعي من المودال من الفعل الناصة لما اجي ام في اي جملة فيها فعل nice كل اللي انا بعمله بحط not بعد المودال فبالتالي هتبقى you shouldn't play in the street you shouldn't play in the street يبقى اذا اي جملة محتاجة فيها ولاقي فيها verb to be او فعل nice سواء كان في المدارع او في الماضي كل اللي انا بعمله بحط not after verb to be or المودال ولاحظ هنا ان الجمل اللي احنا اخدناها دي انا ما سألتك شي يا ترى هي الجملة دي في زمن ايه عشان ام فيها يبقى انا هنا بعرف ازاي بمفي الجملة باستخدام الفعل المساعد اللي موجود فيه type number two النوع الثاني اللي معنا النهاردة هو نوع الجمل اللي انا هلاقي verb to do في فعل اساسي او انا هشوف في verb to do يعني الفعل بتاعي حلقية do or does or did ودي بتسبب لغط كتير جدا عند كتير من الطلبة من اول اعدادي لغيه التالتة اعدادي حتى ممكن تمثل مشاكل لطلبة السنة فلما يجي يقول لي جملة شكل دي ويقول لي i do my homework at seven o'clock يعني انا بعمل الوجب بتاعي الساعة سبعة ويجي يقول لي انفي الجملة دي طبعا هنا هنفي بدون اعرف الجملة دي في زمن ايه ولا حتى عايز اعرف الجملة دي في زمن ايه طبعا لما الناس تجي يتنفيق الجملة دي كل اللي بتعمله يقول لي خلاص انا هحط ورا do not ويبقى الجملة i don't my homework at seven o'clock هقولك هنا الاجابة خطيئة ليه verb to do لما يكون جاي كفاعل اساسي لما يجي انفيه دايما سيب ورا كلمة do ودي حاجة بسيطة مش هخش في التفاصيل ولكن هقولك احفظها كده وبعد كده هنفصلها ان شاء الله اذا لقيت verb to do جاي كفاعل اساسي كل اللي انا بعمله بحط ورا not بس بسيب وراهم التلاتة do يعني لو شفت do هتبقى don't do لو شفت does هتبقى doesn't do لو شفت did هتبقى didn't do يعني مثال اخر when i say how does her homework well how does her homework well لما اجي اقولك انفي الجملة دي طبعا الناس بتقول how doesn't her homework well how doesn't her homework well لكن هقولك خلي بالك verb to do لتعامل معين هو اننا لما فيه لازم اسيب ورا do والكلام ده اذا كان جاي كفاعل اساسي فبالتالي لازم اقول how doesn't do her homework well how doesn't do her homework well another example when i say رامي did his homework رامي عمل الواجب بتاعه رامي عمل الواجب بتاعه و لما اجي اقولك انفي الجملة دي قلنا برضو الناس هتختار تقول رامي didn't his homework وهنا يبحث ورا did not وخلاص هقولك لا اذا كانت did فعلا اساسي فبالتالي لازم اسيب وراها do لما انفيه فلازم اقول رامي didn't do his homework رامي didn't do his homework رامي didn't do his homework وبكده هنقدر نلخص الكلام في الحلقة دي في النافيف ان احنا اذا لقيت verb to be فعلا اساسي او مساعد واجعا في الجملة احط وراها not مش محتاج اي شيء الافعال الناصة كده كده ما بيجيش قال افعال مساعدة فبالتالي بحط وراها not وانا مغمض ايني اما verb to do اذا كان جاي كفعلا اساسي اوعا تنفيه وخلاص يعني اوعا تقول don't doesn't didn't وخلاص قال لي لازم اسيب وراهم التلاتة do عشان يبقى النافي بتاعي صحيح فاذا do هتبقى don't do والdoes هتبقى doesn't do والdate هتبقى didn't do تعالى بقى ناخد واجبنا النهاردة واللي انت ان شاء الله في الكومنز هتوريلي حتم في الجمل دي ازاي اول جملة he was at home number two they are having lunch number three he did well in the exam he did well in the exam يلا بسرعة وريني يلا ازا كنت فهمت ولا لا في الكومنز تحت ازاي هتم فيلي التلات جمل دول ان شاء الله في الحلقة الجاية نكمل الجزئين التانيين من النافي ان شاء الله واللي هنتكلم فيه عن الجمل اللي فيها وكمان الجمل اللي من غير فعل مساعدها thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes لو عتنسى بلغ كل زميلك عشان ان شاء الله يقدروا يستفيدوا من المنهج ده ويلا هقوم من الاول good bye السلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة